صهرين رواقع التابعين الحلو ده في وسط الناس الأطقياء في وسط الناس الصفيين في وسط الناس أصحاب الألوب الطهرة بدلا ما احنا عايشين في زمن كله مديات وشهوات وكله مشاكل ربنا يا ربي يجمعنا وياكم مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم وبعدها أبدا تعالوا بسرعة نلتقي مع نجم اللي لا دي انصح القول مع هذا التابعي الجليل مين هو التابعي دوت حقيقة قبل ما اقول لكم اسمه احاول لكم حاجة هو الرجل ده كان أحد الزهاد الثمانية اللي كان بيضرب بهم المثل في زهدهم وكسة الرجل ده تتجلب في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وقعد مع الصحابة وبيديهم درس جميل جدا وبيعلمهم حاجة حلو قوي وبيبث معنى جميل جدا في أزهان الصحابة وأزهان الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا النبي والحديث والمسلم النبي أعسام بيقول للصحابة إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو أويس القرني تكمن بلاد اليمن كان به برص فبرأ إلا موضع درهم وله والدة هو بار بها فإن استطعت لو أقسم على الله لأبر فإن استطعت أن يستغفر لك فاجعله أو فاطلب منه أو فمره أن يستغفر لك النبي بيكلم مين يا جماعة؟ بيكلم أبو بكر وعمر وآثمان وعلي وطلحة والزبير والناس الأفاضل دول كلهم بيقول لهم الواحد فيكم لو قابل قويس القرني ده لو قدرت تطلب منه أنه هو يستغفر لك خليه يستغفر لك معقولة؟ ليه هو قويس القرني أفضل من أبي بكر؟ طبعا لأ أفضل من عمر؟ طبعا لأ أما ليه النبي بيقول كده؟ النبي بيقول كده لمناسبة جميل أو بس قبل ما قولي المناسبة عايز أقول يا جماعة أن الحديث ده في حد ذاته في معجزة ظاهرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه أخبر باسم الرجل ده واسم بلده وبصلاحه وبموضوع البرس اللي كان فيه اللي برأ إلا موضع درهم وذكر بكل المواصفات دي كلها هو ما شافوش ولا قبل ولا مرة وما للنبي يعرف الكلام ده من يمي الوحي الوحي جبريل عليه السلام ييجي ويقول للنبي عليه السلام قول لأصحابك أن فيه واحد من التابعين من التابعين يعني هو ما شافش النبي معانه كان عايش في زمن النبي وكان موجود في نفس الزمن اللي موجود فيه النبي وكان موجود في بلادي اليمن وكان أسلم يعني أسلم فعلا في زمن النبي بس ما قبلوش ولو قبلوا لمدة دقيقة واحدة ومات على إيمانه كان بقى صحابي من الصحابة أم لين النبي قال كده؟ وليه قويس ما راحش شاف النبي سبب واحد بس وده درس كبير او يا شباب و يا بنات اخواني و احبابي و اولادي بجد درس من اعظم الدروس اللي فعلا محتاجين نتعلمه اللي حاجة بقويس القرني من ان يكون صحابي ومن ان يشوف النبي ويمل عنيه برؤية حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ده يدوب رحلة رحلة من اليمن لمكة او للمدينة ويروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له امنت بك يا رسول الله و امنت بالله و اتبعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و خلاص بقى صحابي ورغم ذلك مرحش رحلة وحدة لو رحلة وحدة بس وراح شاف النبي لمدة دقيقة دقيقة وحدة يسلم بس على النبي و يقول له انا مؤمن يا رسول الله خلاص بقى صحابي لكن مرحش السبب مهم او اوين انه كان ليه ام كان عايش عشانها وكان بيبرها وكانت مريضة كان هو اللي بيتابع علاجها وهو اللي بيأكلها وهو اللي بينظف لها بيتها وهو اللي بيوسيها وهو اللي بيكلمها وهو اللي بيسليها وهو اللي مالي حياتها فما كانش قادر يسيب أمه وما كانش قادر يعمل أي حاجة علشان خاطر يروح للنبي على السلام لأنه لو ساب أمه محدش شرعها أبوه ميت وما لهش إخوات وعايش هو أمه لدرجة أنه رفض يتجوز عشان خطر أمه وفضل موجود معها يخدمها ويكرمها ويرعيها علشان دي أمه حبيبته شفت الدرس يا شباب فاتحرم من أنه يكون صحابي تخيل البشكلة عاملة إزاي نفسه يبقى صحابي فمش قادر يسيب أمه لو سبها لمدة بس يعني رحلة واحدة يروحها للنبي ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى صحابي ويرجع تاني يتابع ويشوف أمه لكن مرضيش يسيبها فربنا يكرمه أنت ما سبتش أمك وروحت للنبي عشان تبقى صحابي أنا هكرمك بحاجة كبيرة جدا جدا وهخلي النبي يقول للصحابة أن الرجل ده لي قدر كبير جدا ومنزل عالية جدا عند ربنا ولو واحد فيكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قابل الرجل التابعي ده يطلب منه أن يستغفر له لأنه قدره عند ربنا عالي جدا يا الله على بر الأم يا الله على بر الوالدين يا شباب ياللي أبائك وأمهاتك عايشين وبتعاملهم أسوأ معاملة بر الأم وصل قويس القرني إن ربنا سبحانه تعالى في علياءه يذكره لجبريل وجبريل يذكره للنبي والنبي يذكره للأمة ويقول هو ده أفضل واحد في التابعين قويس القرني كان ليه علامة مميزة أوي إيه هي؟ له والدة هو بر بها تعرف كده تبر أمك بر كبير أوي وتمر الأيام والناس تقول في المنطقة الفلانية في شاب حلو أو جميل جدا وطيب وإنسان زي الفل ومن أكبر مميزاته إنه بر جدا بأمه وأمه بتقول لكل الناس اللي حواليها ابني حبيبي اللي كان بيبرني وبيكرمني سبحانك يا ربي أبو بكر يعني يعني قاعد يدور بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يدور على قويس القرني ده يدور عليه كل ما تيجي أمداد أو إمداد من يمن يسألهم أفيكم قويس القرني أو لا مش معنا لأن كان لسه أم قويسي كان لسه عايشة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه عايشة وكان قويسي بيخدمها وبيكرمها وبيرعيها فمش قادر يسيبها فلما مات أبو بكر ماتت بعدها بفترة يسيرة جدا ماتت أم قويس القرني خلاص ما بقالوش حد في الدنيا فابتدى يتحرك وياخد حريته فراح بقى يعد على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم علشان وإن كان حتى ما يشوف ما شافش النبي فعلى الأقل يشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم ويشوفهم وبعد كده كان نراح الكوفة عشان يعيش في العراق اللي كان متجمع هناك عدد كبير أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيرة التابعين كانوا موجودين في بلاد الكوفة فراح عشان يعيش وسط المجموعة الجميلة ديت فهو معادي كان عمر بن الخطاب بيسأل أي مجموعة أي قافلة جاية من بلاد اليمن أفيكم قويس القرني قالوا لي ليس فينا حد المجيه ربنا قدر في الرحلة اللي كان طالع فيها قويس القرني فعمر بن الخطاب رحم أقرب منهم قال لهم أفيكم قويس القرني قالوا أجل فراح عمر بن الخطاب اغتنامها بقى كانت فرصة لعمر بالنسباله إنه هو يشوف قويس القرني فأرب منه قال أنت أويس القرني قال أجل قال كان بك برص في جسدك فبرأ إلا موضع درهم قال أجل قال لك أم أنت برغ بها قال أجل قال استغفر لي قال أمثلي استغفر لمثلك يا أمير المؤمنين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأويس القرني لما كان عايش في بلاد اليمن وصلوا الخبر دوت أصلا وكان لسه أم عايشة وصلوا من بعض الصحابة من الأشعاريين اللي كانوا يسفروا ويشوفوا النبي ويرجعوا مرة تانية قالوا له ده النبي قال عنك كده يا أويس قال إن أنت من خير التابعين هو كان يسمع الكلام وتخيل حضرتك لو ما كان أويس وواحد جاي بيقولك أنا لسه جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيحبك أو بيشكر فيك وجبريل عليه السلام هو الأخبر النبي إن أنت من خير التابعين إيه بقى إحساسك عامل إزاي ويقدر ربنا سبحانه وتعالى إن أويس القرني راح عمر بن خطاب بيقوله استغفر لي يا أويس قال أمثلي استغفر لمثلك يا أمير المؤمنين قال أجل أمرنا النبي بذلك أنت بتكلم في إيه ده النبي هو اللي قال لنا فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل فاستغفر لي يا أويس فقال اللهم اغفر لعبدك عمر بن الخطاب ثم قعد يكلم عمر بن الخطاب شواء بعدين قال له استغفر لي يا أويس قال له أمثلي استغفر لمثلك قال استغفر لي أمرنا النبي بذلك فرح قال له اللهم اغفر لعمر بن الخطاب قال له إلى أين أنت تريد يا أويس قال له الكوفة قال له انتظر أكتب إلى عاملها حتى يعني يعني يعشد يشوفك ويرعيك قال له لا لأن أكون في غبرات الناس أحب إلي سيبني كده أنا عايزة توس الزحام مش عايز حد يشاور يقول ده قويس القرنية ولا يعرفني أنا مش عايز حد يعرفني أنا عايزة أكون كده إنسان يعني بسيط جدا ومحدش يعرفني ولا حدي ولا أكون مشهور أنا ابعد عن الشهرة سبحان الله فقال عمر الخطاب انتظر يا قويس حتى آتيك بنفقة وكسوة من عطائي مش هديك من فلوس المسلم من فلوسي أنا أديك نفقة وكسوة عشان تقدر تكمل طريقك ومن الآن فأنت أخي يا قويس فقويس القرنية أو ما سمع كده رح حربان من عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين لا موعد بيني وبينك بعد اليوم ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة لأن أكون في غبرات الناس أحب إلي ومش يطلع على بلاد الكوفة سبحان الله الحقيقة يا جماعة كان قويس القرنية كان لما بيحكوا عن عبادته كان يقوله كان في قمة العبادة كان لما تيجي عليه ليلة يقول لعل هذه هي آخر ليلة فتكون ليلة السجود ويقوم ويصلي ويزجد ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان في قمة الخشوع لله سبحانه وتعالى وكان يقوم يصلي ويفضل يصلي طول الليل ويقول اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة وكان نفسي برضو كان من اللي بيقول الكلمة ديت كان برضو واحد اسمه صلة بن أشم اللي تكلمنا عنه من كم يوم صلة بن أشم العدوية اللي كان يخش الغابات كده ويخش ويصف قدمي ويصلي فاكرين لما قالوا الأسد وبعدما صلة وقال للأسد التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارف وسبحان الله وبعد كده كان يقوم يرفع دي ويقول اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة وإن كان مش هي دي السنة جماعة السنة نحن نسأل ربنا الجنة ونستعيذ بيه من النار لأن سيد ولد أدم هو اللي علمنا كده وقال إذا سلم إذا تشهد أحدكم يعني بعد التشهد فلا يسلم قبل أن يستعيذ بالله من أربع أستعيذ بالله من عذاب النار ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب النار وكان يسأل الله الجنة ويستعيذ بيه من النار لما الرجل قال له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت أم يا رسول الله فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذب لجبل فكان يقول فماذا تقول أنت قال له النبي ماذا تقول أنت قال أسأل الله الجنة وأستعيذ بيه من النار قال حولها ندند وأنا ومعاذ يعني أسأل الله الجنة وأستعيزه بيه من النار فكان ويسر قرنين دون الحياة العجيبة جدا أنه كان يرفع إيديه بعدما يصلي قيم الليل ويقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة فإنه ليس لدي إلا تلك اللقيمات ما عندي جهر شوية خبز ناشف كده وأعتذر إليك من كل جسد عار فإنه ليس لست أملك ما إلا ما على ظهري من الرياش سبحان الله ثم يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وأعتذر إليك من كل جسد عار عايز يقول يا ربي أنا لو أملك أن أنا أكل الناس كلها وألبس الناس كلها كنت عملت لكن أعتذر إليك أنا فقير طرأ أحوالنا إيه مع الفقراء واليتامة وإحنا في الآمن الجميلة دي يا جماعة يعني اغنوهم عن ذل السؤال دوروا على أسرة فقيرة أكلوهم وشبعوهم وزي ما هتجيب لولادك لبس العيد هتلوهم هم كمان لبس العيد اكرمهم اكرمهم عشان ربنا يكرمك لأن الفقراء واليتامة والناس دي لهم دولة ومالقيامة فلعل لو عسى يجي واحد منهم يوم القيامة يقول لك تعالى أنت اللي أكلتني وانت اللي شربتني وانت اللي لبستني ياخد بإيدك ويدخلك الجنة بإذن المولى عز وجل ويشفى عليك بينا يا يدي الله سبحانه وتعالى وتمر الأيام وقويص القرنية يعيش على قد ما يعيش حياته كلها زهد وعبادة وطاعة لله والحقيقة قصته مش كبيرة قوي قصته يا دوب بتتركز حوالين أن النبي قعد وسط الصحابة ذكر هذا الرجل وقال لهم علمته أنه كان بر بأمه ولو واحد فيكم قبله يطلب منه أنه يستغفر له والراجل دوت لو أقسم على الله لأبرأ بنص الحديث فكذلك لما النبي قال عن البراء ابن مالك كم من أشعف أغبر الحديث رات المزي في سنة صحيح كم من أشعف أغبر فيه تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك تمر الأيام وتيجي موقع تستر كما في الحديث الذي هو الحاكم بسند صحيح واستعصت موقع تستر على الصحابة وراحوا يكلموا البراء ابن مالك قالوا له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعف أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك ألا تقسم على الله يا براء قال أجل ثم رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك كالملائك في السماء مطهرين دمور الأيام ويموت قويس القرني رحمه الله رحمة واسعة اللي كان مثال جميل أوي في بره بأمه والحقيقة العلماء السير يعني اختلفوا في مسألة موت قويس القرني هو مات فين ومات إمتة ومات إزاي ففي يعني الإمام ابن الجوزي ذكر في صفة الصفوة حاجة وذكر في صفة الصفوة حاجة تانية برضو ورح الإمام الذهبي معلق على واحدة منهم قال أنه ورد عن عبد الله بن سالم أنه قال غزونا أزربيجان في زمن عمر بن الخطاب وكان معنا أويس القرني فلما رجعنا مارد فحملناه فلم يستمسك فمات الرواية التانية رواها برضو الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة فقال يعني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال نادى مناد يوم وصفين أفل قوم أويس القرني فقالوا بلى فوجد في القتل مع علي رضي الله عنه وارضا قال ابن الجوزي وهذا هو الصحيح وفي تاريخ الإسلام للإمام الذهبي في ترجمة أويس القرني قال ثم عاد في أيام علي فاستشهد معه بصفين فنظروا فإذا عليه نيف واربعون جراحة ولذلك يعني رجح الإمام الذهبي أن أويس القرني كان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عن علي وعن أويس القرني وعن معاوية بن أبي سفيان وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدروس التي نستفدها من قصة أويس القرني أول حاجة أن العبد يا جماعة ممكن يوصل لأعلى المراتب بإيه؟ بعبدته وطعته إخلاصه لله سبحانه وتعالى حتى لو كان إنسان فقير حتى لو كان إنسان ما هوش وزير ولا هو يعني صاحب منصب ولا جاه لكن بإخلاصه لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا جماعة إن سيدنا بلال لما طلع فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة ونبي أمر أن يطلع يأذن فوق الكعبة ولما طلع يأذن فوق الكعبة فرأاه عتاب بن أسيد فقال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سلام الحاجة الثانية إن قويس القرنية وصل للمنزلة العالية دي كلها بإيه بعد طعته وتوحيده لله سبحانه وتعالى ببر الأم بر الوالدين يا جماعة وعن تجربة يا جماعة يا حبيبي إخواني وأحبابي وأولادي بر الأم يفتح لك كل الأبواب المقفولة دعوة الأم توصلك لأعلى المراطب في الدنيا دعوة الأم ترد ربنا عنك سبحانه وتعالى لأن ربنا قال كده أنشكر لي ولوالديك سبحان الله قال ابن عباس ثلاثة أشياء مكرونة بالثلاثة أقولك نأجلها بقى في موضوع فضاء البر الوالدين هنذكرها الآن فبر الوالدين عبادة عظيمة جدا وقرب من أعظم القربات اللي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف كده ونختم قصة قويس القرني ببعض فضاء البر الوالدين تسع فضاء كده بسرعة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة بر الوالدين ربنا بيفرج بها الكربات فاكرين حضرتكم كما في الصحيحين قصة التلاتة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة كل واحد دعا بصالح أعماله إن ربنا ينجيه وينجيهم كلهم عشان يخرجوا من الغار دوت فواحد فيهم يعني توسل إلى الله عز وجل ببره لوالدين فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى وكان ممكن الراجل دوت لما وقف ومعاه الحلاب بتاع اللبن ومستني أمه وابوه هو اتأخر على أمه وابوه كل يوم بيقدم لهم اللبن قبل ولاده فرح لقاهم لايمين لأنه اتأخر فلما ناموا كان ممكن يعمل حاجة من اتنين يا إما يشرب ولاده ويسيب النصيب بتاع أمه وابوه يشيله على جنب يا إما يصحبه أمه من النوم ويشربهم وبعدين يسئ أولاده لأن أولاده عمي يصرخوا جنبه فعمل حاجة حلو قوي مرضيش يحرم أمه وابوه من لذة النوم ومرضيش يحرمهم من لذة الشرب ففضل سيبهم نايمين وقف شاي للبن لحد دم صحي وبعد ساعات طويلة ورحم شربهم وبعد كده رحم شرب ولاده فبر الوالدين يفرج الله به الكربات حاجة الثانية الفوز بدعوة الوالدين بيجلب التوفيق للعبد النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند البهاقي بسناد حسن ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الوالد لولده دعوة الأم لابنها ما بتتردش مستجابة ودعوة الأب لولاده مستجابة فيابخت أن يفوز بدعوة الوالدين حاجة الثالثة أن دعوة الوالدين أو بر الوالدين سبب لساعة الرزق وطول العمر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صره أن يعظم الله له رزقه وأن ينسأ له في أثر فليصر رحمة في رواية البيهقي فليبر والديه وليصر رحمة رقم أربعة بر الوالدين يعدل الحج والعمر والجهات في سبيل الله حديث روى المسلم أنه أقبل رجل إلى رسول الله وصل عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغل أجر من الله قال هل من والديك أحد حي قال نعم كلاهما حي قال فتبتغل أجر من الله قال أجل قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما رقم خمسة أن بر الوالدين من أسباب حسن خاطبة أن من عاش على شيء من عاش على شيء مبعث عليه مات عليه ومن مات على شيء مبعث عليه فمن مات على بر الوالدين يبعث يوم القيامة برا لوالدين رقم ستة بر الوالدين كفارة للكبائر لو عندك كبائر تتوب إلى الله وتبر أمك وبوك ربنا يعفو عنك ويغفر لك الكبائر روى البخاري في الأدب المفرد بسندا صحيح عن عطاء ابن يصار أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني خطبت واحدة فرفضت لنا تجوزها قال فتقدم لها رجل آخر فخطبها فنكحته اجوزته قال فغرت فقتلتها لما لقيتها رفضتني ورحت اجوزت رجل اجتاد رحت أقتلها فهل لي من توبة فقال له ابن عباس أمك حية مش حية يعني يعني زي واحد بيسأل الراجل بيقول له يعني كيف حاله يعني حماك عمل إيه قال له الحمدلله حين يرزق قال له حماتك قال له حية تنتسع أخذ بالك فبيقول له أمك حية فقال أجل قال لا قال هل لك من خالم قال أجل فقال له بقى بيقول له أمك حية قال لا قال إذن تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فسأله عطاء بن يصار ليه ما سألته أمك حية ليه سألت أمك حية ولا مش حية قال والله إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بير الوالدين أنا سألته عن أمه هي حية ليه عشان لو أكرمها ربنا يغفر له الزنب ده سبحان الله فبيقول له إيه لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بير الوالد رقم سبعة بير الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرة إذا كان ربنا غفر لامرأة البغي بتتاجر بعرضها لأنها سقط كلبا فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر والحب والحنان لوالدين رقم تمانية بير الوالدين سبب لقبول الأعمال يعني نفسك أن ربنا يقبلك ويتقبل منك أعمالك ويتجاوز عن سيئاتك عليك ببر الوالدين قال جل وعلا ووصينا الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني طبط إليك وإني من المسلمين أولئك أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون ولذلك سيدنا بن عباس وقلنا أن أجلها للفقرة سيدنا بن عباس كان يقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها قال جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آت الزكاة ولم يقوم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لي والديه فلن يقبل أنشكر لي ولوالديك رقم تسعة بل الوالدين سبب لدخول الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح الوالد أوسط أبواب الجنة وعند النسائي والحاكم بسند صحيح أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال فلزمها فإن الجنة تحت رجليها يا سلام وهو ده معنى الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات لكن هو ضعيف بهذا اللفظ أما اللفظ الصحيح فلزمها فإن الجنة تحت رجليها وقال صلى الله عليه وسلم كما عند التبراني في الكبير بسند صحيح رضى الرب في رضى الوالدين وسخته في سختهما والحقيقة نمازج مشرقة وعظيمة جدا لبير الوالدين كان سيدنا محمد بن المنكدر في يوم الآن بينادى على أمه هي بتنادى عليه فهو رد عليه بيقول له يا محمد فقال لها نعم فسوته إلي فأعتق عبدا عشان ربنا يخفل له الزنب ده بط وكان يعني الفضل بن يحيا لما سجن مع أبيه وأبوه ما كانش بيقدر توضى إلا بالمية السخنة وما كانش في مية سخنة في السجن ففضل شهر المية ومقربها من الأسباح من إلا إيش الحد قرب الفجر الحد من مية دفيت عشان أبوه يتوضى وكان هناك شاب كده كان بيطوف بأمه وشهرها على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبة والمسافة طويلة وهو عرقان وتعبان فشاف سيدنا عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها قال لا والله ولا بزفرة واحدة ولا بآهة واحدة من آهات الولادة لكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا واحد يقولي سيدنا عمر الخطاب لقد بلغ بر بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لا بشلها من بيت لحد الخلاء في الصحراء وارجع بها مرة تانية أتراني قد وفيتها حقها قال لا والله فإنك تفعل بها هذا وأنت تتمنى موتها وهي كانت تفعل بك هذا وهي تتمنى حياتك وأنت طفل صغير حارثة ابن النعمان بيقول منذ أن أسلمت والله ما أكلت أمي بيديها بل كنت أنا الذي أطعمها والأمثلة كتير جدا يا شباب بروا أبائكم وأمهاتكم اكرموهم عشان ربنا يكرمكم وانتهت صفحة الجميلة لأويس القرنية اللي النبي ذكره واللي قبل ما النبي يذكره الله ذكره وجبريل ذكره لأنه كان ضر بأمه وبكرة نلتقي مع صفحة جديدة من رواعي التابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته